قوات الأمن الأمريكية تتوق أماكن عدة في لوس أنجلس للبحث عن شرطي سابق يشتبه في أنه قام بقتل ثلاثة أشخاص المشتبه به يدعى دورنر كريستوفر يبلغ من العمر 33 عاماً قام في وقت سابق بنشر بيان عن طريق الانترنات هدد فيه قوات الشرطة وعائلاتهم انتقاماً لفصله من عملها أحد ضباط الشرطة الأمريكية يقول يرافقنا في عملية البحث العديد من أفراد قوات الشرطة لقد جاءوا من جميع أنحاء البلاد وهناك العديد من دوريات الشرطة الإضافية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين هنا قوات الشرطة الأمريكية أكدت أن عملية مطاردة الشرطية امتدت من لوس أنجلس إلى سان دياغو كما تم تطويق منطقة للتزلج وقعة في كاليفورنيا باعتبار أن الشرطي مدجج بأنواع مختلفة من الأسلحة